في خريطة عندي يقدمها كل سنة وهي ماذا على الهواتف أن تكون في مجموعة من الهارد وير المفروض يعني تكون عندك علم فيه قبل الشراء بأنه وين وصلت الأجهزة مو لازم تروح لي على شيء بس لازم تعرف وين وصلت الأجهزة على هالأساس تحدد الشراء فرح بتدي معاك التالي المعالج لازال بالثمانة أنوية السرعات 2 جيجا هيرتز مبنية على الأربع نانو الجي بيو من 750 إلى 950 تقريبا الستة كور تقريبا وهذه الخلطة ثابتة يتم التحديث بموضوع ذكال اصطناعي ويتم التحديث بموضوع البناء الرام صار LPDDR5X واللي مفروغ يبتدي من 12 رام ترى يعني 8 رام و 12 أدرسهم قبل قبل لا تشتري الجهاز لأن سامسونج أعلنت عن 12 فقط الذاكرة الداخلية UFS 4.0 أيضا ابتدت من 256 حسب الأرقام مالة سامسونج بس في شركات منافسة لسامسونج وتوشيب وغيرهم لكن تأكد من الأرقام قبل الشراء لأن الثمانية رام والمية وثمانية وعشرين ذاكرة داخلية قد لا تكون UFS 4.0 وقد لا تكون LPDDR5X في الشاشة صعبة أن تكون أقل من 6 الريشو فوق العشرين على تسعة ريزولوشن فوق الفول ايج دي والبي بي آي فوق الأربعمية ترى بس الثلاثمية أنا حطيتها لك على حسب حجم الشاشة في سطوع الشاشة النت سامسونج عندها براءة اختراع على الألفين بشاشات الأوليد لكن 1750 سامسونج ألف ونص وغير الأجهزة الأخرى ذيكتوس الجديدة بلاس 2 والرفرش ريت راح يكون فوق التسعين لأغلب الأجهزة التاج سامفلينج ريت راح يكون فوق المية وثمانين اللي هو معدل لمس على الشاشة الشاشات المشهورة راح تكون أميلود راح تلقى شاشات أوليد اللي هي أصلاً PMO LED وراح تشوف شاشات العشرة بت والثمانية بت سامسونج ممكن ترجع للثمانية بسبب البطارية في الكاميرات راح يستخدمون سينسر سوني الواحد اللي موجود سابقاً على سوني برو وموجود حالياً على شاومي راح يركزون على الزوم الفتحة العدسة ما راح يركزون عليها وراح تلقى الفلاش المدمج والثناء اللي هو حار بارد في نفس المكان دائرة واحدة في الواي فاي راح نشوف واي فاي 7 اللي يسمونا واي فاي بي اي الترتيب اللي فوق عندك ABGNACAXBE وهي الواي فاي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 بشكل هذا البلوتوث راح يكون 5.3 على حسب المعالج ستلايت غالباً الأمريكي والروسي والصيني والأوروبي هذول ثابتين الياباني والهندي على حسب التوجيه NFC راح يكون علي تحديث حسب المعالج لكن هذه الأرقام ما يثمن الآن عنها يعني لازم يجي الجهاز يتفكك ويكتبون الرقم تبعه علشان نعرف بالنسبة للبصمة راح تكون على الشاشة وممكن تكون بصمتين على الشاشة ناس فيفو أو جانبية على حسب التصميم بصمة الوجه راح تكون موجودة لكن غير أمنة بصمة العين لن يرجعون لها بسبب الأمور الطبية في الشريحة السيم كارد راح تلقى 2G 3G 4G 5G والـ 2G راح يكون فقط للإمرجنسي غالباً راح يتم التركيز على 4G وال5G راح يكون عندنا VOLTE وVO 5G هذه طبعاً بعض مرات تكون لفلوس حسب شركة الاتصال وVO Wi-Fi Voice over Wi-Fi راح يكون متواجدين على الأجهزة بشكل أساسي شريحة الهاتف لازمنا بالنانو والإيسم راح تقدمها شركات غير صينية يعني مثلاً سامهم قدمتها بكسل قدمتها فالصينيين ما يرحبون بالإسم لموضوع يعني عدم التعرفة وأمكانية تركيب خارج الصين خطوط فالموضوع أمني بالنسبة لهم الـ USB نحن جاهزين لسرعات شحن 4.0 ولكن لا زلنا في دائرة نقل 3.1 منفذ الجاك أوديو جاك الـ 3.5 ميلي ممكن يكون اختياري على أجهزة الجيمز الـ FM راديو راح يكون جزء منه يعني إذا هذا متواجد هذا متواجد لنا الـ FM هي نفسها 3.5 الـ IR راح يكون متواجد على بعض الهواتف الصينية اللي هو الإنفرارد أو الأشعة الحمراء تحت الحمراء في البطارية غالباً الفلاكشب راح يكون فوق الأربعة ونصف راح يكون الشاحن سريع فوق الـ 45 ولو أن الرقم هذا يعتبر قليل حالياً الـ ويرسار راح يتغير لونه من الرمادية إلى الأخضر قريباً يعني هو لا زال اختياري عند الشركات لكن راح يكون إجباري قريباً الجديد المباشر راح أكتب لك إياهني LPDDR5X UFS 4.0 Wi-Fi 7 وكورتكس اللي هو X3 هذي أمور جديدة ممكن نتغير السرعة موسيقى موسيقى